أهلا بكم مشاهدين مرة تانية والحقيقة جي معاً فقرتنا عن تطوير الذات بدأنا في الحديث عن التخطيط ووضع الأهداف وتعلمنا إزاي إن احنا نختار أهداف ممكن تكون قابلة للتنفيذ بنستكمل التخطيط لأهدافنا مع خطوة مهمة جداً هي استراتيجية تطوير الذات ببساطة بنتكلم على إزاي أطور قدراتي، إمكانياتي، أعزز النواحي الإيجابية أحاول إن أنا أطور من الجوانب السلبية ده هيكون عندي المقاومات اللازمة عشان أقدر أحقق الأهداف بشكل عام تعالوا النهاردة نتعلم ونفهم من خلال دكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية إيه الكلام اللي احنا قلناه بشكل عام دلوقتي ونتكلم عنه تفصيل إياه أهلا بيك يا دكتور رقفة شامبا شزيك يا ربار رحمة رجي يا دكتور بنيهلي كله تمام الحمد لله يا رب يا رب الناس طبعا تكون متابعة معنا سلسلة الحالات لأن كله مبني على كله فالنهاردة هنتكلم على استراتيجية تطوير الذات ده العنوان العريض احنا كلمنا على تحليل الوضع الحالي أو الإمكانيات بتاعتك حاجة تانية كلمنا على الأهداف نهاردة نتكلم على الاستراتيجية تعريف كلمة استراتيجية هي طريقة تحقيق الهدف سؤال حكيم كيف يرد الإنسان على عدوه فقال بإصلاح نفسه شايف الجملة حلوة إزاي؟ يعني أفضل رد حضرتك ترد به على عدوك إنك تطور من نفسك فأنت لو طورت من نفسك هتبقى ده أفضل رد على عدوك لو تفتكر كمان المعركة الشهيرة بتاعت العالمين ما بين رومل وما بين مونتو جمري كان بيقال إن مونتو جمري حاطت سورة رومل قدامه طول وقت المعركة عشان قالك أشوف عدوي أشوف إيه النقاط القوية اللي عنده وعملها إيه النقاط الضعف اللي عنده واشتغل عليها فده حاجة مهمة جدا النهاردة هنتكلم على ثلاث نقاط أساسية فكرة المحاولة والخطأ فكرة التخصص إن أنا أتعلم أبقى متخصص في حاجة ما بقاش اللفظ الداريك بتاع زمان كشكول حاجة تالتة اللي يساعدني على تطوير نفسي وجود منتور أو مرشد بشكل أو بآخر النقطة الرابعة هي تجنب المشكلة الكارثية اللي هي التسويف أو البروكاستنينش فدول الأربع نقاط نحن نتكلم عليه النقطة الأولى المحاولة والخطأ أنا لسا متخرج جديد فربما مش عارف أنا ممكن أنجح فيه أو إيه الجزء اللي ممكن أطور نفسي فيه فوارد إن أنا أجرب في حاجة بس طبعا لفترات قصيرة ما تعودش مثلا عشر سنين بتشتغل في البيع وبعدين تقول لي لا أنا اكتشفت أنا مش بحب البيع أنا هقلب تسويق أو حسابات أو مليت لا هي الفكرة لو أنت مش قادر تحدد إيه الاتجاه اللي ممكن يكون ماشي مع إمكانياتك ومع الشغف اللي عندك فجرب فدي بنسميها المحاولة والخطأ طيب ده ممكن يكون فيه إجابة للتساؤل إمتى أعمل شفت كرير ما هو كلمة شفت كرير معناه أن أنت دخلت حاجة معينة واكتشفت بعد ما دخلت الحاجة دي أنه هي فيه نقطة من التلاتة الأساسين مش متوفرة الحاجة دي أنت مش حبيبها أو مش متناسبة مع إمكانياتك أو مش هتجيب لك فلوس أنت عارف أن أنا كنت طبيب وسبت الطب واتجهت للإدارة فأنا عملت كده لشفت كرير بس يوم ما تتجه لحاجة تانية لازم الحاجة دي يكون فيها الثلاث نقاط اللي احنا بنقولهم حاجة بتحبها أو عندك باشون أو شغف تجاهها حاجة تانية تكون متناسبة مع إمكانياتك حاجة تانية تكون بتجيب لك فلوس كويس لو فقدت عنصر من الثلاثة يبقى أنت فشلت في اتجاه وذهبت في اتجاه تاني للأسف هتفشل فيه فده فكرة المحاولة والخطأ النقطة التانية وجود مرشد لك المرشد فعور في بعض الجماعات الإرهابية هو فكرة السمع والطعم لكن المرشد في البزنس القصة مختلفة تماما كل ما الشخص ده اللي هو المرشد بتاعك بلغة بسيطة يفتمك بسرعة كل ما كان مرشد جيد لكن أنا لو وصلت المرحلة أن أنا خليتك ما تعرفش تاخد أي قرار من غير ما ترجع لي فأنا مرشد فاشل الشاد بلغة البزنس بنسميه المينتورينج يعني ناخد أمثلة من التاريخ السادات كان شايف أنه غندي هو المرشد بتاعه نيلسون مندلة كان واخد غندي كمرشد لي باراك أوباما كان واخد نيلسون مندلة وكان واخد مراته اللي هي ميشيل أوباما لأنه باراك أوباما تعرف على مراته في أحد الشركات كان هو بيتدرب تدريب صيفي وهي اللي علمته حاجات كتيرة جدا فاعتبرها أن هي المرشد بتاعه فدي نقطة مهمة جدا لازم الشباب في الفترة اللي هم لسه بيتعلموا وعايزين يطوروا نفسهم يشوفوا حد يكون هو المرشد بتاعه وخصوصا لو الشخص ده هو عنده الملكات وعنده الصفات الجيدة اللي هم عايزين يوصلوا له فده فكرة مهمة جدا طيب هل قلت لازم أكون متغصص ما كونش كشكول هل المرشد ده لابد أنه يكون كشكول خالص أنا ممكن يبالي أكتر من مرشد مرشد على المستوى الشخصي مرشد على المستوى الإداري مرشد على المستوى الأسري مش لازم يكونه نفس الشخص لأنك صعب جدا أنك بعندك حد ناجح في كل حاجة لكن أنا مثلا عايز أخد حد أنا ما بعرفش أخد قرارات أو قرارات بطيئة فأنا عايز أشوف حد يكون هو المرشد بتاعي في الحتة دي ولازم المرشد بتاعك يتصف بحاجات معينة من ضمنها أنه يكون شخص حكيم أنه يكون شخص عنده خبرة أنه يكون شخص سوي نفسيا ويمكن فكرة شخص حكيم دي حاجة مهمة جدا لأن الحكمة الذكاء بدون حكمة تهور لكن الذكاء بالحكمة هو ده قمة النجاح في الحياة ويريد كمان أنه ممكن إحنا شايفين الدولة في الفترة الأخيرة بتهتم بالمعلم لأن المعلم هو مفروض هو المرشد للطفل وهو صغير أو حتى للشاب يعني هقولك جبران خليل جبران كان عنده جملة حلوة جدا قالك تقدم الأوطان يقوم على كاهل ثلاثة فلاح يغذي جندي يحمي معلم يربي جملة جميلة جدا تقدم الأوطان يقوم على كاهل ثلاثة فلاح يغذي جندي يحمي معلم يربي فإحنا محتاجين نركز جدا على أهمية المعلم لأنه عايز أقولك يعني دي حاجة لا تخفى على ناس كتيرك جدا بعض الجماعات الإرهابية بتحب جدا أن يكون الأعضاء بتاعها مدرسين عشان يستلم الولد وهو صغير ويعمل له ما يسمى بالبرينووش أو بغسيل المخ ده معنى كده أن الطفل في المرحلة دي مهم جدا أن المعلم بتاعه يبقى شخص وطني شخص عائل شخص حكيم شخص سوي نفسيا عشان يقدر ينقل الكلام ده للولد بشكل أو بخ ده ممتاز جدا طيب إحنا بدأنا في التخصص وقلنا اكتياز أو اكتياز العقبات بشكل كبير اختيار المرشد وتجنب التسويف طيب ممكن قبل ما ندخل لتجنب التسويف عايز أقول بس نقطة صغيرة ريالة تؤجل عمل اليوم إلى الغد تمام على فكرة هسوف شوية في النقطة الأخيرة معيش عشان على فكرة التخصص انه احنا في الشركات بنشوف كتير اوي شخص جاي تقول له انت تخصصك ايه يقول لي انا اشتغلت كل حاجة لأ انا محتاج حضرتك تشوف انا شاطر في البيع ولا في الماليات ولا في الحسابات ولا في الـ HR ولا في ايه لانك انت وانس انك اخدت تخصص هتبتدي تشتغله وقبلها هتدرسه كويس فده هيساعدك انك انت لما تقعد في انترفيو لأنا اقدر ادفع فيك فلوس اكتر لانك عندك تخصص طيب